إيه اللي بتمتلكه مصر أدى إلى أنه الكل بات منتظراً تصريحات السيد الرئيس فيما يتعلق بهذه الأزمة؟ أنا في تقدير يعني وده تحليل شخصي أنه كل الأطراف الدولية لقيت طرف بيتعامل بشرف حقيقي في أزمة كل الناس بتحاول تجمع فيها نقط وتجمع فيها أوراق لعب فيه طرف واحد موجود بيشتغل على الأزمة دي عشان ينقذ ما يمكن إنقاذه في المنطقة دي من العالم وهي منطقة منكوبة في كل الأحوال وإن اللي بيتقال في الكواليس هو اللي بيتقال في العالم وإن اللي بيتكلم ده هو اللي قدر يوقف الأزمة دي مرتين قبل كده لما اشتعله فهو الطرف الوحيد اللي قدر أنه بالفعل يقدر يتكلم مع كل أطراف الأزمة يقدر يوصل لكل واحد فيهم ويقدر يحل لأنه كل الناس بتفكر ماذا يحدث في اليوم التالي ماذا سيحدث في اليوم التالي في هذه الأزمة أنت خلاص دخلت الأزمة محدش بيقف كتير عند تفاصيل الأزمة نفسها لكن كل الناس بتقفز إلى طب وماذا بعد انتهاء المعارك ماذا بعد انتهاء كل هذا الأمر من اللي هيقدر يبقى عنده القدرة على التواصل مع كل الأطراف المتسارعة دي لأنه فيه أطراف مش هتتكلم مع بعض بالتأكيد فمحتاج أطرف عنده مصدر من الثقة عند كل هذي الأطراف ويقدر يقعدوا وتفاوض ويجمعهم وما فيش حد يقدر يقوم بهذا الدور دلوقتي غير مصر ده الدور بتاعنا وده اللي العالم كله بدأ يقدر فيه مصر انها بالفعل دولة على قد الكلمة اللي هي بتقولها بعد ما كل الأطراف وصلت انه الجميع يتاجر بهذه القضية والجميع بيزايد بهذه القضية والجميع بيحاول يستفيد من هذه القضية الطرف الوحيد اللي قاعد يفكر في الفلسطينيين هيكلوا ايه وهيشربوا ايه وهيناموا فين وهيبعث لهم دواز زي والكلام ده كله مهموم بالمساعدات طول الوقت هو الطرف المصري الطرف المصري أكبر قدر من المساعدات دخل قطاع غزة هو اللي قدمته مصر والمجتمع المدني المصري الحقيقي صحيح وفي حين بقى ان كل الدول العالم اللي بنتفرج عليها دي ويطور تتكلم وبتاع بنتكلم في 5% 6% كل اللي جيدة 5% 6% شو الطرف الوحيد اللي بيأكل ويشرب قطاع غزة وقاعد مهموم بيهم هو الطرف المصري الطرف الوحيد اللي تتكلم على هدن انسانية وتفاوض وضغط على كل الدول بما فيهم من الوقت تحلق امريكا نفسها هي مصر ليه لان مصر يا الوحيدة اللي كانت شايفة المصار بتاع الازمة ده يودينا فين واظن انه مصر لعبت دور او في لمحة الماء وصحاق اللي هنا غلطان ومش عارف هل الناس كلها خدت بالها ولا لا جو بايدن كان جاي يعقد لقاء ما بين الرئيس المصري وما بين الملك الاردني وما بين الرئيس الفلسطيني ومع ضرب المستشفى الاهلي المعمداني طلع القرار بانه مش هنقابل جوب ايضا وأظن انه ده لا هو يقينا دي اول مرة رئيس امريكي يجي المنطقة ويرفض الزعماء اللي هيعوده معا لقاءه وده بيخيني عود افكر انه عمليا هو ده كان الرأي المصري بالزبط بالزبط وهو يعني هي الفكرة انه مصر اكتر دولة اتعاملت مع القضية الفلسطينية بطول تاريخها دور المصري لم يغب يوما عن القضية الفلسطينية من اول 48 وانت لغاية النهاردة السياسة الخارجية المصرية بانت نفسها وبانت خبرتها على التعامل مع هذه القضية لما جات مسيت نحن في مصر وكان وقتها رحمة الله عليه الرئيس انوال السادات الله يرحب وبالفعل الراجل ده احنا شايفين النهاردة ازاي هو كان نظره بعيد قوي عن كل حتى المفكرين اللي كانوا عاشين معا في عصره انه ناس كتير كانت معترضة على عملية السلام لما تيجي النهاردة تشوف نتائج عملية السلام على مصر انت النهاردة واقف على رجليك في حين كل الدول التانية اللي ما مشيتش معاك في نفس هذا المصار بتعاني حدودها موجودة حدودها مهددة وعندها مشاكل داخلية بسبب الحرب مع اسرائيل وكان السادات فاهم كويس قوي المشكلة فين ومين الداعم اللي يبقى وراء الكوليس طول الوقت يدفع ويدعم ويدي مساعدات ولما اسرائيل تميل شوية يعدلها امريكا هو كان شايف ده من بدري فراح خلص الموضوع بتاعنا وخل مصر واقفة النهاردة في موقف قوة جدا وده على مدار السنوات الماضية كانت هي عندها دور دولي مهم جدا اسمه رعي السلام هي الدولة رعية السلام الوحيدة في هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر